السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعي قناة كورا سبورت معاكم محمد زيدان فيديو جديد واخبار جديدة ان شاء الله ولكن في البداية وقبل اي حاجة زي ما حضراتكم متعودين ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين النهاردة ان شاء الله معنا اخبار النادي الاهلي واحتفاليت التدويج باللقب ال42 وايضا معنا كده مرتضى منصور وقف النشاط الرياضي في النادي نادي الزمالك وايضا جلسة سرية كده بين مدرب الحراس مدرب حراس النادي الاهلي مع محمد بسام قبل مباراة الاهلي امام طلائع الجيش وايضا بكاري كسامة حكما لمباراة الزمالك والرجاء ووزارة الرياضة تمد كده عمل لجنة التفتيش بالزمالك وتشميع ايضا خزينة النادي النهاردة وقول لحضراتكم نادي الزمالك طبعا تشمعت خزينته النهاردة وان شاء الله هقول لحضراتكم الاخبار بالتفاصيل ولكن يعني النهاردة عملها الانجولي عملها الجيليكولا عملها ابن انجولا زي ما قال ايمن الكاشف كده رجل اهلاوي جلاردو جاي فوق في اخر مباراة في الدوري اللي لم تكن اخر مباراة لي مع النادي الاهلي على العموم بالتوفيق ليه في اي مكان يروحه النهاردة كده نبدأ باخبار النادي الاهلي مدرب حراس المرمى النادي الاهلي عقد كده ينكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الاول للنادي الاهلي جلسة سرية كده وسريعة ايضا مع محمد بسام حارس مرمى طلاع الجيش يبدو كده ان محمد بسام هنسوفه ان شاء الله في النادي الاهلي يعني الموسم القادم بازن الله النادي الاهلي محتاج حارس مرمى قوي يبقى بديل لمحمد الشناوي كل الاحترام لعلي لطفي وايضا مصطفى شبير ولكن يعني مش بنفس يعني مش بنفس محمد الشناوي او مثلا مش جايبين خمسين في المئة من مستوى محمد الشناوي النهاردة مرتضى منصور كده بيوقف النشاط الرياضي في النادي الزمالك قالك انا هوقف من بكرة النشاط واخلي توقيع الموظفين عند المحكمة ليه طبعا توقيع الموظفين عند المحكمة عشان يعمل تجمهر قدام مجلس الدولة ويضغط على المحكمة ويضغط على الدولة المختل يمارس ضغوطه على الدولة اللي بيعمله ده تجاوز او تجاوز حدود البلطاجة ولو حد غيره كان تلع له مش عايز اقول له حضراتكم جواب ايه كده بتهمة التجمهر يعني حاجة زي كده ان انا اخد موظفين النادي يعني الموظفين النادي كتير جدا جدا اخدهم قدام المحكمة عشان يمضوا حضور للنادي طبعا ده بيمثل ضغط وهيصوروهم وبتاعه والسوشيال تشتغل طبعا السوشيال الزمالكاوي وبندغط على مجلس الدولة وبندغط على الدولة طيب مصطفى خرم او مصطفى يونس زي ما انت حضراتكم اللي عايز تقول اقول طالع يدافع ويقولك الزمالك بيتحارب بيتحارب من مين ما عرفش بقولك الزمالك بيتحارب مرة ساسي ومرة امام عشور ودلوقتي مرتضى منصور ولو تفتح تحقيق مع الخطيب واللجنة الاولمبية هتظهر بلاوي قالك لو تفتح تحقيق مع كابتن محمود الخطيب ومع اللجنة الاولمبية هتظهر عليهم بلاوي يعني انا مش عارف يعني الواحد والله اللي هو لانه هو محترم كان رد على حضرتك رد بكلام يعني يليك يليك باللي حضرتك بتقوله ده انا مش عارف بصراحة يقول عن ابو اليوم اللي انت لعبت فيه النادي الاهل يا راجل تقارير مغربية كده بكاري كسامة حكما لمباراة الزمالك والرجاء زي ما بقول لحضرتكم كل فيديو كل يوم بقول لحضرتكم اخبار الاتحاد الفريق بناخدها من المغرب يعني كل يوم يا جماعة كل يوم هم كل يوم مش احكي لحضرتكم في اللي بحكيه كل يوم ولكن النهاردة تقارير مغربية بكاري كسامة حكما لمباراة الزمالك والرجاء هم اللي قالوا القرار بيجي من المغرب والضغطات بيجي من المغرب وإحنا هنا لا حول لنا ولا قوة النهاردة كده وزارة الرياضة تمد عمل لجنة التفتيش بالزمالك دكتور أشرف صبحي قرر مد عمل لجنة التفتيش بنادي الزمالك حتى يوم السلساء المقبل حتى الانتهاء من التحقيقات مع المسؤولين عن اللجان المالية بنادي الزمالك طبعاً الكلام كتير والحديث كتير عن اختلاص 30 مليون جنيه في خزينة نادي الزمالك طيب الكلام ده بقى ليه بقى؟ لأن النهاردة اتشمعت خزينة إدارة المشتريات بالزمالك خزينة إدارة المشتريات بنادي الزمالك اتشمعت النهاردة قررت اللجنة المالية بوزارة الشباب والرياضة تشميع خزينة إدارة المشتريات بنادي الزمالك بعد التحقيق مع ستة من إدارة المشتريات وقد تم غلق الخزينة لحين الانتهاء من التحقيقات الغلق طبعا جاء بسبب مخالفات من قبل موظف إدارة المشتريات مما أدى إلى إغلاق الخزينة لحين إشعار آخر نادي الزمالك فيه خراب جوه النادي طبعا كل ده كم الدار تحت حصانة المعزول ولكن دلوقت المعزول أي قرار بياخده على فكرة أمولوش أي لازمة ولكن بياخده بلتجة بياخد أي قرار بلتجة المفروض المستشار أحمد جلال إبراهيم هو اللي يبقى يعني رئيس النادي هو المتحكم في شؤون النادي ولكن أي قرار بلتجة طيب نادي الرجاء بيعلن تعافي الفريق بالكامل من كورونا قبل أي حاجة ربنا يشفيهم ويعافيهم جميعا طبعا وربنا ما يدرش أي حد ولكن الرجاء يعلن تعافي الفريق بالكامل ده بقى اللي عمل زعر ويرعب كده وخوف في نادي الزمالك وخلى النهاردة حمد أنور عضو مجلس إدارة النادي الزمالك استنكر أساليب الضغط التي يستخدمها نادي الرجاء لتغيير مسار قرارات الاتحاد الفريق بعد ما كانوا بيقولوا إحنا اللي بنأجل وإحنا مواقفنا كده مش زي الكابتل محمود الخطيب وإحنا مواقفنا مواقف نبيلة ومواقف محترمة عكس النادي الأهلي النهاردة بيستنكروا كده الأساليب اللي بيستخدموها نادي الرجاء في الضغط على الاتحاد الفريقي ويتغيير المباراة على حسب مزاجهم قال لك هو الرجاء عاوز إيه أنا مش فاهم الماتش تأجل مرتين بسبب الرجاء والنهاية تأجل بسبب الرجاء ودلوقتي بتضغط على الكاف عشان الحكم وتحط الحكم تحت ضغط ويعني انت عايز ننساحب مثلا وتسعد انت طبعا ده حضراتكم نادي الرجاء عامل خوف كبير جدا جدا لنزل مالك وبيندموا على الخطوة اللي عملها رئيسهم المعزول طيب النهاردة الحمد لله الدور خلص مع العلم ان كان ممكن يخلص من 40 يوم حضرتك مش مصدق افكر حضرتك في 2010 2019 نادي الاهلي المفروض كان هيلعب الزمالك ساعتها الزمالك كان اضعف من الاهلي بكتير جدا 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 ايام متشو ساعتها طلع الجنينة عمل ايه راح مطلع جواب من الامن بصعوبة لعب المباراة مع العلم بعدها تحط جدول بحيث الزمالك لعب مع المقاولون يوم 19 تخيل المهم بعدها الاهلي احتاج ام لما عمر الجنينة اتفضح والناس كلها عرفت راح مأجل الدورة 40 يوم عشان يداري على الفضيحة قالك يبقى هو تأجيل بقى على الكل نفس الامر تقرر دلوقتي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب في افضل حالاته طبعا كلنا شايفين الاهلي بمنظر محترم جدا ومنظر جميل جدا جدا امام الطلاقع وايضا امام نادي الودات ذهبا وايابا المهم الزمالك عنده اصابات في الخط الخلفي وطبعا اداء سيء يعمل ايه راح عمر رجع لعادته القديمة ايوا هي اللي حضرك بتقولها دي ورقة الامن الامن مش هيقدر دلوقتي يستضيف المباراة رغم يا مؤمن ان الانتخابات ما نزلتش من السماء واحنا عارفين معاد الانتخابات من حوالي مثلا منتصف شهر تسعة واحنا عارفين حتى القرعة كانت من يوم ستاشرة عشرة ايه طبعا انا عايز افهم بس ايه اللي حصل جديد السؤال هنا هو حضرتك مش عارف المواعيد قبل يعني مش عارف مواعيد الانتخابات قبل ما تعمل مواعيد المباراة طبعا الجنين برضو هيدور على حجة الامن وده عمر الجنين كنت عايز يعني اا اوصل كده لحضرتكم في عجالة مين هو عمر الجنين طيب بالاهل النهاردة يبلغ صلاح محسن بعودته لصفوف الفريق صلاح محسن خرج على سبيل الاعارة لنادي سموحة في يناير الماضي وقدم مستوى مميز ونجح وسجل خمس اهداف وصنع عدفين خلال 13 مباراة خدها بقميس النادي السكندري نادي الزمالك ينتظر العروض الرسمية للتخلص من محمد عواد عواد كده عمل صداع وازمة لنادي الزمالك بسبب الملايين اللي بياخدها وهو قاعد في بيتهم عواد كنجالوس نادي سيراميكا المنضم حديثا للدور الممتاز ولكن ينتظر ادارة نادي الزمالك وصول عروض رسمية لحرس مرمى الفريق من اجل الرحيل على سبيل الاعارة خاصة ان اللاعب اخطر النادي بوجود عرض من الاتحاد السكندري من اجل الانضمام اليه في الفترة المقبلة ولكن ينتظر عرضا خارجيا في الساعات المقبلة بتمنى ما كنت اشتولت على حضراتكم كده وكون ضيف خفيف على حضراتكم ولو في اي حاجة تقدروا تسوها لي فيه التعليقات شكرا لحضراتكم جمهور النادي الاهلي وجمهور الكرة المصرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضراتكم